انا الدكتور ناصر روزلان مستاذ ورئيس قسم جرح التجميل كلية التربية مع اسكندرية والموضوع اللي احنا هنتكلم عليه عملية الفيسليفت او شد الوج عملية شد الوج هي يعني هنقوله في السبكترم او في الترتيب قد تكون بالنسبة للناس اللي عندهم رينكلز او عندهم تراهن في الجلد في الوجه عملية الى حد ما يعني قد تخوفهم انما هي بالنسبة للجوعة التجميلية عملية تقليدية يمكن عايزة هانديكرافت او عايزة حرفية عالية شوية انما الفكرة بتاعتها ان النتائج بتاعتها ادوا بكتير قوي من الحاجات التانية اللي هي التحافظية احنا مش هنقول ان احنا كل عيانين هيحتاجوا عملية شد وجه او فيسليفت انما هنيجي الى مجموعة من الناس هنقولوا ان الحاجات التحافظية التانية مثلا بوتوكس او فيلرز او او الحاجات الليزر الكلام ده مش هتحل مشكلتهم لان مشكلتهم اكبر من الحاجات دي فالعيان دي هيبقى الحل الامثل بتاعتها هي عملية شد الوجه الفيسليفت عملية بتتعمل بكذا طريقة انما معظمهم بيبقى فيهم جرح قدام الازن بيبتدي من فرط الرس من فوق لحد نهاية الازن وفي انواع منهم اللي هي بتحتاج ان احنا نعمل معها شد رقبة ان احنا بنزل جزء الخلفي وراء الود العملية دي لو اتعملت زي ما قلت انها عملية محتاجة فعلا الحرفية عالية شوية انما اتعملت بالحرفية العالية دي الاسكارز او الندبات بتاعتها تقريبا ما بتبقاش بينها النتائج بتاعتها الميزة بتاعتها انها بتبقى واضحة او بعد العملية على طول وبنقول عليها انها لونج لاستنج يعني يعني من زي مثلا البوتوكس بيقعد أربع لست شهور الفيليبس طوعة ستة لتسعة شهور والحاجات التانية التحفظية لأ دي نتيجة الى حد ما واضحة الى حد دايم دايمة هنقوله لان طبعا الحكاية الشيخوخة مش حاجة سابتة فهي بتزيد مع الوقت انما نتيجة عملية شد الوجه او الفيس لو تلعبها عملت بالطريقة الصح ممكن توصل من تلاتة أربع سنين ابتو سبع تامن سنين يعني النتيجة بتاعتها فعلا بتبقى لون لاستنج عن البروسيديوز طبعا يعني من النصايح طبعا انه اللي حيعمل فيسليفت او اللي حديعمل فيسليفت انه ممكن يتعامل للناس او للذكور او ممكن الرجال يعني برضو يحتاجوا اللي احنا بنشوفه زيادة يومين دول بعد عمليات السمنة المفرطة والكلام دا لما بيحصل نقص عالي في الوزن فابتدينا نشوف عيانين في سن اصغر احنا تمامنا نكون من التكلم في خمسينات وستينات انما دلوقتي ابتدينا نشوف عيانين او يعني الناس محتاجين العملية دي في سن اصغر من كده شوية اللي هو القصة بس اختيار الجماح للنزام قلت وبعيد تاني انها عملية فعلا حرفية لازم تتعامل بسكيلزة عالية جدا لانها عشان تدي نتيجة كويسة حدثك محتاج انك تسالك الجلد والانسجة اللي تحت الجلد وتبعد عن اي مضاعفات ممكن تحصل لو حضرتك عابف انت بتعمل ايه وتنفذ الفيس ليفت بالطريقة الصحة عشان محصلش فيها اي مضاعفات